اشتركوا في القناة والذي كان صعبا على مستوى النتائج بتتويج غابة سنين طويلة عن النادي بكأس تونس لكورة القدم وأيضا أن تأهل مستحق في صدارة المجموعة لدور الثمانية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية يعني في خضم هذه الأفراح التي جاءت بعد موسم صعب المشاكل تحطلت على النادي الإفريقي ويمكن أنت جاوبت في سؤالك أعطيت إيجابة لأنه نستغربه بعد 17 سنة كأس والسنة اللي قبل الفارطة معناها بطولة واللي هو نتيجة طبيعية للعمل اللي قمنا به منذ خمس سنوات إعادة بناء النادي الإفريقي القلعة اللي عمرها قريب 100 عام اليوم تستغرب في بعض التصرفات اللي صارت من بعض الأطراف اللي نعتبرها ليس لها أي انتمال للنادي الإفريقي بتحريض من أطراف خارجية خليت الناس الكل مستغربة معناها إحنا عملنا قمنا بجلسة عامة تقييمية لثلاثة سنوات الفارطة ولكن قمنا باستعراض الخمسة سنوات الكل ما راعنا إلا تحدث فوضى من قبل أطراف استعملوها لإيقاف أعمال الجلسة العامة تقييمية وأجلنا قلنا أوكي خلين أجلوا الجلسة عامة إلى حين تتبين الرؤية طبعا فما بعض استهدفات خاصة السياسية على مستويه الشخصي غضب الذي خلق في جماهير النادي الإفريقي في فترة أخيرة وفي فترات متبينة من موسم على إدارة النادي وصفته بأنه مفتعل وأن هناك أطراف وراءها أطراف رياضية وأطراف سياسية هل تعتقد أيضا أن ربما طريقة ابتعادك وتعيين لجنة للتسيير في وقت من الموسم ثم ما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة التقييمية وغضبكم وتلوحكم بالاستقالة ساهم في هذا؟ لا عملية بعد الظلم اللي تعرض له النادي الفريقي في البطولة في البلايوف في الثلاثة مقابلة الأخيرة والناس كل تعرفها يعني ظلم واضح خيرت كونه أنا أعرف كونه فما استهداف للنادي واستهداف لي أنا باستعمال النادي الفريقي خيرت كونه بعثت رسالة كونه أنا أستعد للخروج لإبعاد النادي على هاتجذوبات ما تضربش سليم الرياحي بضرب النادي قلت على الأقل بعدونا على البطولة اليوم عنا حدود في الكأس هذا هو خليت لجنة وبعثت رسالة كونه أنا ساء وغاتر فقط قلت من الأفضل تجنيب النادي التجذوبات اللي قاعدة تصير مع شخصي معناه لمصلحة النادي الفريقي كلفت لجنة والحمد لله نقص الضغط واخذينا الكاس نجحت العملية معناها نعتبروه تكتيك نعتبروه اللي تحب عملية نجحت واخذينا كاس تونس ولكن نجاحها خلاني أعيد التفكير كونه لملاء يصبح سليم الرياحي رئيس شرفي أو موجود ولكن غير مباشر مع دعم مجموع أو رئيس مجلس إدارة وتحته شكل ثاني شكل ثاني لأبتعد قليلا عن الواجهة الواجهة لمصلحة النادي الإفريقي بالدرجة الأولى طيب سيد سيم خلينا نكون واضحين يعني وصفت ما يحدث في الإفريقي بالمؤامرة من يتآمر اليوم على النادي الإفريقي وعلى إدارة النادي الإفريقي وربما على رئيس النادي الإفريقي وانخلاله النادي الأكيد كونه فما تبادل المصلح بين من وما اليوم أنا شخصية سياسية شخصية عامة موجودة عندي حزب حزب ترتيبه الثالث في البلاد قادم على انتخابات بلدية في المرحلة القادمة والنادي إفريقي فريق الشعب حاجة ملموسة معناها مرئية موجود كل يوم في الصحف موجود في الميديا حاجة بطريقة غير مباشرة يشوفها كونه تأثر هذا هو هذه مشكلة السياسيين مشكلة الكبارات اللي نسميهم في الكبارات النادي هذه مشكلتهم كونه اليوم أول حاجة من ناحية كونه شايفوا النادي البسيط اللي يقعدوا يعطيوا فيها بطريقة معناها مقلقة لأنه جرب سألت أنا بعض الرؤساء اللي كانوا تحت قبليانا وتعذبوا من عملية المساعدة رغم لي ما فيماش مساعدات لأنه أنا بالنسبة لأيانا اسم النادي اللي فيه قسم كبير كتحط عليه ماركة تساعد معناها إشهار معناها المدخيل هذي اللي تدفع خاصة من من سي حمادي بوسبية معناها إشهار هذي معتاش حاجة من جيبه الآن تحدثنا عن كل المشاكل المحيطة النادية الداخلية والخارجية وهل أيضا تعتبر أن السيم الرياحي تضرر من حيث أنه رفع سقف طموحات جمهير النادي الافريقي عاليا يعني عودهم بانتدابات كبيرة بضخء أموال كبيرة بنتائج كبيرة ثم التراجع النسبي في النتائج ربما في النجاحات الرياضية ولد نوع من الاحتقان وأيضا بفترة من الفترات كانت الوعود كبيرة من رئيس النادي فترة من فترات ربما وعت بملعب شراء ملعب رادسة وملعب المنزة أعتقد ومركب كبير الآن لم يرى النور ربما أيضا الوعود لما لا تجسم تولد نقمة واحتقان يمكن توظيفها في بعض الأحيان هذه هي الكلمة الأفضل اللي قلتها هو التوظيف اليوم أنا مش في الرياضة فقط في السياسة عندي منافسين سياسيين يحاولوا يوظفوا أي كلمة واستعمالها في السونس النيجاتيب معني في تجاه السلبي السلبي لكن نجي نقول أنا ناخد ملعب رادس وإلا المنزة نحن شعرنا في تونس الفرق الكبرى ترجي والإفريقية في تونس العاصمة نحن لو كل فريق ياخذ ملعب وهما ملعب ملك للدولة تعمل مشروع مع الدولة وتستثمر وتاخذ وتعمل عقد مع الجامعة توسية للكرة القدم لو ما يكون فما الفريق الوطني يلعب يلعب هو الأولوية شنو المشكلة هنا اليوم حمل على الدولة الملعب هذا لو كان نلقى معها اتفاق لبعث شركة لاستثمار الملعب واحد تستثمر الترجي واحد تستثمر النادي الإفريقي شنو الإشكالية معناها بسيطة هي العملية وهو علم هو مش علم نستثمر نكبر به المداخيل انتعى جمعيته والدولة تاخذ عليه ضريبة وتنتهي عقد استثمار هذا من ناحية من ناحية الثانية الحاجة الوحيدة اللي ما عملت هاشا هو المركب للسينيور لطريق الأكاب نعم ما لقيت له شوقت كل مرة نجي عملت أرض ومبعد قالوا لي ما تصلحش للمكان أرض لي ومبعد قالوا لي المكان هذا ما يجيش فيه ما تجمش تعمل فيه منطقة سكنية قلت خلنا نشوفه بتريقة أو بأخرى كل مرة تجي تتحرك تلقى مشكلة جيتك هذه تكلمتنا حتى مع الجمهير قتلهم هذا حاجة خاصة بيانة ونعملها طيب أيضا سيد سليم الياحي النادي الإفريقي عرف الكثير من المشاكل المالية بالنسبة للفريق الواجهة فريق قرد القدم ضربت بالجملة يعني تصريحات رحي اللاعبين في منتهي عقودهم بدون تجديد في الفترة الأخيرة هذا ولد نوع من الحيرة مع رفق الجمعية العمومية من مشاكل خاصة كل هذا يعني أعطى حتى ربما شكوك شرعية لا لا هذا طبعا يقع تسويقه بالطريقة هذه ولكن بالعكس نشتغله حتى على مركاتو المركاتو للصيف ونحن قلت لك ربريز اللي هي مش تكون يوم 16 سبعة استنى في الموسم استنى في النشاط معناها لابد أن تكون جهز مش تعمل أربعة سبيع منهم على الأقل عشر أيام مستاج خارج تونس والباقي من باش تجي تلعب أول مقابلة في البطولة يوم 15 ثمانية ما هذا عليش معنى من ما نش نلعبه واحنا أكيد محضرين أنفسنا الفريق العمل الجديد وكله جاهز ولكن عملية عدم تجديد العقود زادة المشكلة كونه المسؤول الأول الناس دي ما ضده وساعات يجي قول لك نحب ولاد جمعية هل من المعقول هل من المعقول فما اللي ما تجددش عقودهم مثلا كلمة نياوي لقى مكان ثاني واحنا بطبيعتنا ما عناش نواية تجديد فاروق بن مصد هل من المعقول أنت عندك لعب شريه بـ 950 ألف دينار وعقده سينتهي في 36 وما تجدد لوش قبل بـ 3-4 شهور يعني تلقي باللوم على المسؤولين على الفريق الأول معروف القيمة العقد عنده عقد كبير تجي تجدد وتحذر له العقد انتاعه يوقعه يمشي البلدية يصدق عليه ويجيبه لنصحه شا عملته مع فاروق شا عملته مريقلسي مو مريقلسي مو بعد نقاوها الرجل ليبر خلاص انتهى معناها شكو اللي تضر من عدم تجديد الفريق بالمصد النادي تضر واليوم اصبحت فيها نوع من تبين لك فما خبث معناها من بعض المسيرين اللي هما تعاونوا مع اطراف اخرى يحبوا الارقام الكبيرة يقضيوا عليها يعني ربما لتمهيد النادي لرئيس جديد طبعا ما بينت العملية اليوم الارقام الكبيرة يقول لك فاروق بالمصد فاذا 500 وشوية فك علينا ما فماش في تونس حارس ب500 وشوية 500 الف يعني عنا اللي بعده ياخذ في 150 صابر خليفة في مرحلة ثانية وكذا صابر خليفة صابر خليفة مزلوا عام في العقد انتاع مش انا مش نجمع الفريق ونلمده ونحطه تحت احضاني ونفهم الفريق راو عملية الضربات اللي تمت هذية راو فتسعين في المية من المسؤولية للمسؤولين يا هل ليس هو هات كاستينغ خطأ ربما من رئيس طبعا ايه خطأ وهذا اللي موجود هذا اللي موجود يا اخي ما شنوه لانه في نهاية عملت تطوعي تطوعي هذا هو اللي موجود هذا الله غالب قتلك احنا في مرحلة خمسة سنين مش برشة كتجي تشوف بعد اكتشافي ومارست هالتجربة مش برشة كونه تلقى ناس تخدملك ونس تتعب فهمة نوعية متحبش تجي فهمة نوعية ممتازة جي تقوله الجمهور صعيب اذا سيد سيم الريحي رئيس النادي الافريقي اترك لك كلمة الختام ان اردت ان تتوشى بها لجماهير الافريقي التي تتبعنا عبر بين سبورت او تريد ان ربما تختم طبعا احنا متعوديا هما بالازمات وبالمشاكل وانا اكد لهم كونه احنا قادرين على كونه نتوصلوا الى حلول اللي تتجنب النادي الفوضى والمشاكل احنا راهو النادي الفوضى هي في الاعلام والتصريح ولكن على مستوى النادي امورنا منظمة قاعدين نخدم في خدمتنا هدفنا هو وقرارنا سيكون في الفترة القادمة لتجنب النادي اي فوضى وكونه الموسم القادم يكون موسم ممتاز وان شاء الله نكونوا طبعا موجودين على رأس النادي في الفترة هذه اللي يحب يترأس النادي يجي ببرنامج ويدخل للانتخابات اكيد مش نمشيه في انتخابات لتجنب النادي اي فوضى ونحطه كل واحد قدام مسؤولته شكرا لك سيد سيمرياحي كان هذا لقاءنا مع سيد السيمرياحي الشخصية المثيرة للجدل دائما في تونس سياسيا ورياضيا كل شكر لسيد سيمرياحي وشكر موصول لكم انتم مشاهدي بإنسبورت حتى نلتقي إلا لك